استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وفدا من أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة بالتزامن مع بدء رئاسة مصر اليوم للمجلس أشار وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع إلى التحديات التي توجه أفريقيا على الساحة الدولية وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام مؤكدا على أن مصر تعمل بكل جهد وأخلاص على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الإفريقية ودفع الجهود التنموية والتكامل القري وإعادة الإعمار كما أشار الوزير إلى أن مصر تتبنى نهجا ثابتا في سياساتها الخارجية يقوم على حل نزاعات بالطرق السلمية والتشاور بهدف التوصل إلى حل مرد لجميع الأطراف اشتركوا في القناة